حال الله فيكم حلقة جيدة من خمس اشياء في هذه الحلقة رح نذكر لكم خمس تقنيات او افكار اقتفت في فيلم الصناعة وقبل ما نبدأ لا تنسون تضعوا نزر اللايك واشتركوا بالقناة والحين خلونا نبدأ مع تطور التقنية لاجهزة وسرعات الانترنت تواجد المتاجر الالكترونية صار صحل علينا اننا نشوف اخر الالعاب اللي صدرت او نقدر نحمل اخر ديمو بس في السابق ما كانت الامور بهذه الطريقة لما عندك تجرب ديمو لعبة وتجربها تحتاج ديمو ديسك وهذا الديسك كان غالب نجمع مجلات البلاي ستيشن 1 ممكن خيمة الديسك الفعلية اغلى من المجلة يعني بس كانوا يشترون المجلة عشان يجربون ديمو لعبة جديدة لكن مع سرعة التطور والانتقال من الفيزيكل للديجيتال انقرضت هذه الديسكات بشكل كامل على وقت بلاي سيشن 3 والإكس بوكس 360 الاسطار والشيت كوتز اختفت من الالعاب بشكل كامل مؤخرا لكنها كانت شيء اساسي في الالعاب القديمة لنبي رصاص لا نهائي او ارواح ما تخلص لازم نشتري مجلة او تاخذ اسرار من بعض المجلات كانت تبيحها وغيرها حتى كان في هذا شيء اسمه game shark كان يجي على شريط او cd حسب الجهاز كيجي على اسرار جاهزة للالعاب او تحط لك اسرار زيادة للالعاب ثانية اذا بغيت لكن مع مرور الوقت وانتشار الانترنت عند الناس بشكل كبير اختفت المجلات والاسرار معاها ممكن اكثر شيء اثر على الاسرار هو دخول الاتشيفمتز مع جهاز الاسبوك 360 كان اي لاعب يستخدم سر ما راح يحصل على انجاز من بعدها جل تروفي من بلاي ستيشن تدريجيا اختفت الاسرار من الوجود لكن بعض الالعاب الجديدة خصوص الاندي ممكن توفرها كنوع من نستالجا في الاجزة القديمة ما كان في ذاكرة خارجية عشان نخزن اللعبة ونكمل وين وقفنا او نظام الاتو سيف لكن مع بلاي ستيشن تم استخدام الذاكرة وكانت تنباع بشكل منفصل ما كان في اي طريقة انك تكمل اللعبة الا عن طريق الذاكرة كان حجمها تقريبا 1 ميجا بايت مع بلاي ستيشن 2 ورفعها الى 8 ميجا بايت وما كانت تكفي لو كانت عندك علعاب كثيرة والحين تطور الموضوع وتنباع الاجزة مع هاردسك داخلي 500 جيجا بايت وفوقهم تاختين سحابي ومع هذا لسه ما تكفي بعد انك تحفظ للك السيف حقك الجيل الجديد يفترض ان يكون الاساس هو 1 تيرا بايت العاب الموسيقى امثل جيتار هيرو وروك باند كانت تدخل ذهب للشركات خصوص معلالات الموسيقية اللي كانت مرتبطة فيها الشركات موقفت هنا وطلعت بفكرة جديدة صارت تصدر العاب وآلات خاصة بفرق موسيقية معينة مثل بيتلز ومتاليكا يمكن هذه الفكرة كانت ممتازة الناس اللي تحب الفرق هذه لكن العامة الناس ما كانت ممتازة أبدا بحكمها تجربة محددة الالعاب اللي من هالنوع اختفت تقريبا حاليا من السوق وظلت الآلات متكدسة عند اللاعبين في نهاية الموضوع يمكن كنا محتاجين كنترول العادي بس وتكمل هذه السلاسل ونشوفها تصر إلى الآن في بداية التسعينات وقابل تقنيات لستريمينج وحتى قبل دي بي دي كانت فيه خاصية تشرت في صناعة الالعاب اللي هي FMV أو Full Motion Video هذه الخاصية تسمح مطور اللعبة أن يركب مقاطع فيديو حية في داخل اللعبة يمكن أكثر الأجهزة اشتهرت وركزت بشكل كبير على هذه الألعاب هي جهاز السيجا سي دي والثري دي أو كانت فيه ألعاب مثل نايت راب والسور الشارك كانت هذه الألعاب عبارة عن تجارب فعلية واعتمد بشكل كبير على هذه الخاصية الألعاب في هذه الأياب نادر ما تستخدم هذا الشيء أو اختفت أصلا لأن الكثير المطورين السعبون أن هذه الطريقة جدا رخيصة والتمثيل عادة أن يكون ركيك وما يخدم اللعبة لأن التقنية والرسومات تطورت بشكل كبير بحيث لا يوجد أي حاجة لمثلين عشان يمثلوا المقاطع حية تشرح اللعبة وأفضل المثال لهذا الموضوع هي لعبة Dragon's Lair كانت موجودة على شكل كرتوني في الموشن فيديو وبعد أن تطورت ونزلتها الباسيشن 2 بشكل ثلاثة إلى بعد وهذه كانت حلقتنا اليوم من خمس أشياء شاركونا بالتعليق على أفكار وتقنيات اختفت من الصناعة ما ذكرناها ولا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة يأتيكم على المتابعة كما كن فاد الشيحة مع السلام ترجمة نانسي قنقر